حصلت مصر بمشاركة طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على المركز الثالث في أول مشاركة لمصر في المسابقة الدولية لإدارة سلاسل الإمداد بالولايات المتحدة الأمريكية فازل فريق المصري إيليت المكون من أربع طلاب من طلاب كلية النقل الدولي واللوجستيات فرع أسوان بالمركز الثالث عالميا إلى جانب منحة دراسية كاملة لدراسة البرامج المتخصصة في سلاسل الإمداد من الولايات المتحدة الأمريكية نجح فريق إيليت في مواجهة وتجاوز التحديات خلال المسابقة حيث كان من ضمن هذه التحديات التنافس مع خبراء في سوق العمل الدولي ترجمة نانسي قنقر